جئنا إليك أبونا السماوي عيوننا الشاخصة إليك الله الآن يأمر جميع الناس ليتوبوا أفتح إناي عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني اعرف حاجة الشر لا يكسر بالشر لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بتهم المسيح ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي تمتع بالرحمة عدد واحد وعدد ستة سفر أشعياء أصحاق خمسة وخمسين هيئ نفسك كده وانت في محضر الله إنك تتقبل معي النهار ده إنك تسمع صوته إنها تحصل النهار ده معاك حاجة جديدة لمسة جديدة حد يقول أمين أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا عدد ستة مع بعض عدد ستة اطلبوا الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب لأنه كما علت السموات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم تعالوا نغمض عنينا كده قدام كلمة الله المقدسة اللي اسمعناها النهاردة طلبوا الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب وأنا عايز أقول لك أن الرب موجود النهاردة استني اسمع صوتك استني اسمع صوتك يمكن النهاردة بيقول لك اسمعيني صوتك سمعني صوتك الأصحاب بيسمعوا صوتك الناس التانية بيتسمعهم صوتك سمع الرب صوتك سمع الرب أنات قلبك النهاردة قولوا نعطشان ليك يا رب عطشان ليك يا رب قولوا نعطشان ليك يا رب ربي وحبيبي روح لي مين غيرك أسور أنت ربي وحبيبي أنت اللي تمسح للدموع أنت اللي تمسح للدموع وانت دواء وانت أبيبي أنت حبيبي عزي ونصيبي أنت حبيبي عزي ونصيبي روح لي مين غيرك يا ياسور وأنا لي مين غيرك قول فعنا روح لي مين غيرك يا ياسور وأنا لي أبيبي يا ياسور أروح لي مين غيرك يا ياسور أنت اللي تخفف آلامي أروح لي مين غيرك يا ياسور أنت اللي تخفف آلامي أنت اللي تشبع نفسي سرور أنت اللي تشبع نفسي سرور بطيح حزني وأوهامي أنت اللي تشبع نفسي أنгу أنت مين غيرك أنت اللي تشبع نفسي وانت اللي تشبع نفسي jetة يجي لك العطشة تنوي يجي لك الحزين توسيل يجي لك العطشة يجي لك يا رب عطشة نين لي يجي لك الحزين توسيل عندك دواء لجميع الناس عندك دواء لجميع الناس كل من يطلب تعطي انت حبيبي عزي ونصيبي انت حبيبي عزي ونصيبي واروح لي من غيرك يا سوى وانا لي من غيرك اروح لي من غيرك اروح لي من غيرك يا سوى وانا لي من غيرك يا سوى عندك دواء لجميع الناس عندك دواء لجميع الناس كدواء لجميع الناس واروح لي من غيرك يا سوى وأنا لي أمين غيرك يا أروح لمن غيرك أروح لمن غيرك يا يسوء وأنا لي أمين أهلاك يا يسوء قول معاك قمر أحسنت إلي قمر ضمت موسيقى إنتا لي جداً لي يا إنتا لي جداً لي يا حبيب قلبي وروحي إنتا حبيبي عز ونصيب عالي صوت أقول معاك إنتا أيوة عز ونصيب أروح لمن غيرك يا يسوء أنا لي أمين غيرك يا يسوء أروح لمن غيرك يا يسوء وأنا لي أمين غيرك يا يسوء رب حقيقي إلي من نذهب يا رب وأنت اللي بنفسك قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا وريحكم يا رب واسطينا اللي تعبان واللي محتار واللي أحمال وتجيلة واللي مضطرب واللي متدايج واللي مكتئب لكن أشكرك لأنك عندك دوة لجميع الأمراض الروحية والجسدية تعرف توصل لكل قلب فينا يا رب يا رب إحنا بنتعب بعيد عنك بنحتار بعيد عنك بنتدايج وإحنا بعيد عنك لكن نشكرك لأجل محضرك اللي فيه رتبت إن إحنا نرتاح ونهدى أمامك يا رب افتح حفوهنا بالتسبيح والترنيم لشخصك وجلالك يا رب فرحنا بيك النهاردة ولمس كل قلب فينا بعمل الروح القدس ولا كل المجد أمين أمين فيك حلو الرب حلو الرب يسوع ما فيش أحلى منك عشان كده كنا بنقول له إنت حبيبي أروح لمين غيرك يسوع وأنا لي مين غيرك يسوع تعالوا كمان نقول الكلمات دي أنا ما أقدرش أعمل إيه؟ أتحمل حياة وأنا مش فرضاك وأنا مش فرضاك يعني عايش بعيد عنك يعني عايش لنفسي يعني مش أخد بالي منك زي ما يقول المرنم جعلت الرب أمامي لا هو مش أمامي في اللحظة دي وأنا مش فرضاك لكن تعالوا نقول له كده الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة موسيقى 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 أنا ما أقدرش أتحمل هيتو أنا مش فرضاك أنا ما أقدرش أتحمل هيتو أنا مش فرضاك الدنيا وما فيها لتساوي لحظة معاك الدنيا وما فيها لتساوي لحظة معاك ويا دوب أتوب حني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك ويا دوب أتوب وروحي تحني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك والفرحة تخليني دوب وأتجمع تاليفين والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين واندرش يا كم من غير وعد وقيم واندرش يا كم من غير وعد وقيم تسنب نعبر بيها وكبني وأنا بعيد تسنب نعبر بيها وكبني وأنا بعيد ويا دوب أتوب وأطير في طير وأتحرك نوحيك ويا دوب أتوب وروحي تحني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين أنا ما أقدرش ما أقدرش أطول في الغربة والأفضال أنا ما أقدرش أطول في الغربة والأفضال أتغرب وأنا فيها نواجه الأنوار أتغرب وأنا فيها نواجه الأنوار ويا دوب أتوب وروحي تحني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك ويا دوب أتوب ويا دوب أتوب روحي تحني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين أنا ما أقدرش أطول في الغربة والأفضال أسمعكم عيني عن طرفي دي أنا ما أقدرش أحول أنا ما أقدرش أطول في الغربة والأفضال أنا عبدك خدامك وبقبل قبليك أنا عبدك خدامك وبقبل قبليك ويا دوب أتوب روحي تحني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك ويا دوب أتوب روحي تحني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين أنا ما أقدرش أكبر وإن الوعد وإيه قولوا معنا أنا ما أقدرش أكبر وإن الوعد وإيه تسني تنعبر بيها وتجبني وأنا بعيد تسني تنعبر بيها وتجبني وأنا بعيد ويا دوب أتوب وروحي تحني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك ويا دوب أتوب ويا دوب أتوب روحي تحني لك وأطير في طير وأتحرك نوحيك والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين والفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاليفين يجمعنا الرب من شتاتنا حد يقول أمين العالم عامل زي الفيروس يدخل كده في الواحد خليه فكر في كل حاجة بس ينسى حاجة واحدة بس اللي هي أهم حاجة مين ينسى الرب عشان كده مرنم قال له أنا ما أقدرش أكمل من غير وعد وإيد الإيد دي تعمل إيه؟ تسندني وتجيبني وأنا مين يجيبني وإحنا بعيد مزمور 23 بيقول كده يرد نفسي يعمليه يهديني كم واحد يقول له هديني يا رب تري ما اللي جاي بتقول كده قلبك كل حب وطيبة اتكالة عليك يا سيد ومعاملاتك لي انت شاطرين بساحة رائعين مش شباب حتى للشيبة شايلني بإيديك اتكالة عليك يا سيد موسيقى 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 كان عليك يا سيدي كان عليك التذكر فعملتك ايه اللي بلقى وليك قلبك كله محبة وطيبة ومعلتك في عجيبة قلبك كله محبة وطيبة ومعلتك في عجيبة من الشباب حتى للشباب من الشباب حتى للشباب شايل ايدي انتي كان عليك يا سيدي انتي كان عليك انت ترفع وانت تأييه اللي بلقى وليك انتي كان عليك يا سيدي انتي كان عليك انت ترفع وانت تأييه اللي بلقى وليك مش بغون ولا قرع ليه قلتي لنعنتي هتكفي مش بغون ولا قرع ليه قلتي لنعنتي هتكفي اضعف ترفع اضعف ترفع اصرف تسمع اضعف ترفع اصرف تسمع اسمع اصرف تسمع انتي كان عليك انت ترفع وانت تأييه اللي بيني اللي بيني اللي بيني مجغلبية وشاي الهد على اسمك يا سبي Sciam مشغول بيك رشاي المملي على اسمك يا يا صغبي تسمي ليك رحلني وافتح فمي ليك رحلني وافتح فمي بزبايا ترضي إنتي كان عليك يا سيد إنتي كان عليك إنت ترفع وإنت تهيب اللي في الدولين إنتي كان عليك يا سيد إنتي كان عليك إنت ترفع وإنت تهيب اللي في الدولين مش بغون ولا مر عليك مش بغون ولا مر عليك قلت لي نعمتي هتكفي مش بغون ولا مر عليك قلت لي نعمتي هتكفي إنتي كان عليك يا سيد إنتي كان عليك إنتي كان عليك يا سيد إنتي كان عليك إنت ترفع وإنت تهيب اللي في الدولين مش بغون ولا مر عليك إن دي سديك مر عليك إنت ترفع وإنت ترفع وإنت ترفع وإنت ترفع وإنت ترفع وإنت ترفعه بسبايع تنظيم إنت كان عليك يا سيد إنت كان عليك ندفر قاومة تأي كل بالجوم إنت كان عليك يا سيد إنت كان عليك إنت بترفع وإنت تأي اللي بيه يا وليه ويتكل عليك العارفين اسمك عشان كده كنا بنرنم التكالي عليك وآية عظيمة وغريبة جداً بتقول ملعون من يتكل كل رب ارفع عناي من على البشر رب حد يقول أمين البشر هيضعف يتغير في لحظة ممكن ما تلاقوش موجود لكن الوحيد الحي وهيفضل موجود هو مين اللي أهنا العظيم عشان كده التريمة اللي جاي بتقول دايماً بتخبيني لما الناس تنساني وأشعر إني وحيد بصرخ لك في مكاني تعمل إيه تيجي كم واحد يقول له أنا مستنيك يا رب تيجي أمين دايماً بتخبيني دايماً بتخبيني دايماً بتخبيني دايماً بتخبيني دايماً بتخبيني دايماً بتخبيني بصرخ لك في مكاني لما الناس تنساني وأشعر إني وحيد أصرخ لك في مكاني تيجي بحب أكيد لما الناس تتنساني وشعر اني وحيد بصرخ لك في مكاني تيجي بحب أكيد وتتنساني وتعزيني وتتنساني وتعزيني دايماً دايماً بتخبيني يا ما تتبري في جناحك كداريني وعده وعده صاريني دايماً بتخبيني لما تتبري في جناحك كداريني وعده وعده صاريني لما الناس تحاربني بالإيمان بالآه صاريني صاريني بالإيمان بالآه صاريني بالإيمان بالآه صاريني صاريني بالإيمان بالآه 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 في جناحك كداريني وعده وعده صاريني دايماً بالإيمان بالإيمان بالآه بالإيمان بالآه في جناحك كداريني وعده وعده صاريني كل الترديمة اللي فاتت بتكلم عن مواقف في الحياة ومين يعرف يسندنا في المواقف غير الرب يسوع المسيح لأنه تقلم مجرباً زي ما يقول الكتاب يقدر أن يعين المجربين اتهان أيوة اتهان اتصلب اتشتم علشان يشيل عن نحن كل الظروف اللي انت فيها هو عتفكر تقول محدش حاسبية لا صدقني هو حاسبك هو مقدر اللي انت فيه تماماً الترديمة اللي جاية جديدة خالص يمكن اول مرة تسمعوها وانا عارف انتم مشجعين ورائعين يعني هتحفظوها بسرعة القرار السهل خالص بيتكلم الترديمة كلها بتكلم عن عبرانين حداشر عبرانين حداشر ده صح ايه حد عارف صح الايمان اول آية فيه بتقول الايمان هو الثقة والايقان بأمور لا تور هي الترديمة بتقول كده الايقان هو الثقة بأمور لا تور امين وهنتكلم فيها في الترديمة دي عن شخصيات كده احنا عارفينها تعالوا نرنم زي ما يقول الكتاب مكلمين بعضكم زمير وتسبيح وأغاني روحية موسيقى 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 غينا أعظم بالقصور الإيمان هو الثقاء في أمور ملاتورة الإيمان هو الثقاء في أمور ملاتورة ما بالإيمان شعب الله بيجي تزواسط البحور والإيمان هو الثقاء بالهتاف تهدسوا بالإيمان شعب الله بيجي تزواسط البحور والإيمان هو الثقاء بالإيمان هو الثقاء في أمور ملاتورة الإيمان هو الثقاء في أمور ملاتورة تريمة سهلة خالص وإنتوا شاطرين أنا أستنظركم أن نقولها مرة تاني بس وإحنا أمين وإحنا واقفين مع بعض تعالوا نقول الكلمات دي يقول يا رب ديني إيمان إبراهيم اللي لما سمع صوتك ما هموش باجا كلام الناس الديني إيمان صارة اللي صدقت وآمنت إن الرب يخلق من العدم الديني إيمان موسى اللي حسب عار المسيح غنى أعظم من خزين مصر رنم معنا الكلمات دي وقوله زيد إيماني الإيمان هو الثقاء في أمور ملاتورة الإيمان هو الثقاء في أمور ملاتورة في الإيمان إبراهيم لما دعيا قطع صر أقل في الكريم كل شيء موسى مرة تاني بالإيمان بالإيمان إبراهيم لما دعيا قطع صر أقل في الكريم كل شيء موسى اللي من هو الثقاء في أمور ملاتورة اللي من هو الثقاء في أمور ملاتورة موسى رافض يستريح شلعنك من ع المنظور حاسبًا أري المسيح غنى أعظم من موسى رافض يستريح موسى رافض يستريح موسى رافض يستريح شلعنك من ع المنظور حاسبًا أري المسيح موسى رافض يستريح موسى رافض يستريح موسى رافض يستريح موسيقى 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 بالهتافة تهد اسمعكم بالإيمان بالإيمان شعب الله بالنسبة للغاية ويقعهم مصيرا بالهتافة تهدس بالإيمان هو ثقاف بالأمور لا ترى بالإيمان هو ثقاف بالأمور لا ترى ليه إبراهيم ما كانش بيابن بيوت زي مدينة سدوم وعمورة كانت كل حياته في الخيان لأنه الكتاب بيقول عنه فبارين حضاشر اللي احنا كنا بنرنم عنه نظر إليه الأساسات في مدينة فيها إيه أساسات التي صنعها وبارئها مين مش صنعت إنسان عشان كده الإيمان زي ما كنا بنرنم هو الثقة بأمور أنا مصدق أن الرب يصنع معايا أمور عظيمة حتى لو مش شايف حتى لو ما فيش ملامح لده بس أنا عندي إيمان أن الرب هيصنع أمور عظيمة أنه يبقى فيه ابن الصارة أحد يقول أمين أمين تعالوا رنم مع بعض التانيمة دي رنم موسى وشعب الله عبر الرب وعمله وعبر معاه وإحنا بدئنا طريق وحياة بعد صليبك يا أبناء دي رنم موسى وشعب الله عبر الرب وعمله عبر الرب وعمله وإحنا بدئنا طريق وحياة بعد صليبك يلا تقول مع بعض رنم رنم موسى وشعب الله عبر الرب وعمله وإحنا بدئنا طريق وحياة بعد صليبك يا أبناء في البرية الشعب يسير في الحرية ومش كأسير في البرية الشعب يسير في الحرية ومش كأسير دم العهد للتكفير للتطهير وإحنا بدئنا طريق وحياة بعد صليبك يا أبناء في البرية شعب الله في البرية شعب الله في البرية شعب وغاية الشماء ورقبة شعب وغاية الشهواء ونبدينا طريق وحياة بعد صديبك يقدمنا في البلدية سحاب ونور وليمضع من صخر سخور في البلدية سحاب ونور وليمضع من صخر سخور مش هادة تشهد الحضور رب المجبل شهدنا ونبدينا طريق وحياة بعد صديبك يقدمنا في البلدية الحرب أكيد فيها المصرى والمواعي في البلدية المربكي فيها المصرى طول ما يسوعنا طول ما يسوعنا ما سجد القيد هاي وصلنا لحد سماء رنم موسى وشعب الله عمر الرب وعمر معك نبدينا طريق وحياة في صليبك يا الله شعب الله لم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت تعالوا نختم بالكلمات دي قبل ما نكمل ونسمع كلمة الله بتقول انت ليك في حياة خط خليني أقبل ما فيها حلوة مرة بس لازم تعالوا رنم مع بعض موسيقى انت ليك حياتي خل خلني أبا المفيدة حلوة مرة 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 بس لازم أتعديها إن تليك رحيا بخطة خلني أبا المفيدة حلوة مرة 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 بس لازم أتعديها يا إلهي يا حبيبي من يديك بالورادي راح أقول لنفسي يا عين انت ببد الروادي يا إلهي يا حبيبي من يديك بالورادي يا حبيبي من يديك بالورادي انت ببد الروادي كنت غير عيني غير عغير عدام عن مشيتك بس صوتك وشاسيبك كنت غير عيني غير عن ردك وعن مشيتك بس صوتك هل هقولك مش نسيبك وانتبتك يا إلهي يا حبيبي من يديك بالورادي راح أقول لنفسي يا عين كنت ببد الروادي يا إلهي يا حبيبي من يديك بالورادي راح أقول لنفسي يا عين انت ببد الروادي انت ببد الروادي من يقول معنا بس كتيدا بس كتيدا يا إلهي يا عين من رحالة يا إلهي يا حبيبي مني بيقى بالورادي راح أقول لنفسي طيائي تنتبي تبدك كماني يا إلهي يا حبيبي مني بيقى بالورادي راح أقول لنفسي طيائي تنتبي تبدك كماني تنتبي تبدك كماني بالإيمان مش هبص بعين هزينك علي فالس كراياك انت جاي بأحلى زينك بيك هدف أيوة ومعها هبص بعين هزينك علي فالس كراياك انت جايب أحلى زينك بيك هدف أيوة ومعهاك يا إلهي يا حبيبي من يديك قابل وراضي راح أقول لنفسي تعيد أنت بي بدل راضي يا إلهي يا حبيبي من يديك قابل وراضي راح أقول لنفسي تعيد أنت بي بدل راضي أنت بي بدل راضي بسم الآب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين بنطلب الروح القدس الموجود معنا من بداية التسبيح أنه هو يدينا نعمة يدي كلمة على حسب كل واحد موجود معنا النهاردة كل واحد فينا جاي وعنده احتياج كل واحد فينا جاي وعنده طلب كل واحد فينا جاي وعنده ألم كل واحد فينا جاي وعنده شكر ربنا كل واحد النهاردة جاي مش علشان يقضي وقت لكن جايين نتقابل مع ربنا علشان كده نطلب الروح القدس اللي هو موجود حاليا يدينا نعمة خاصة عشان نفهم الكلمة عشان لما بنتكلم نتكلم فعلا بقوة الروح القدس اللي فينا عشان الكلمة توصل لكل واحد فينا هتأمل معاكم النهاردة تأمل بسيط السؤال اللي قالوا يسوع للقديس بطرس أتحبني 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 يا سمعان كان الرد بتاع سمعان نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك سألوا ثلاث مرات النهاردة السؤال ده لكل واحد فينا وكل واحد فينا يسوع منتظر الإجابة لو قلنا النهاردة مين فينا ما بحبش يسوع أكيد كلنا بنحبه في حد بكر يسوع أبدا كلنا بنحب يسوع كلنا بنحبه ولو بنقول إجابة فعلا زي إجابة بطرس نقول له نعم يا رب أنت تعلم أتحبني أكثر من هؤلاء لهم التلاميذ مندافع بطرس شوية أنت تعلم يا رب أنت تعلم أنت عارف أن أنا بحبك يا ترى السؤال ده النهاردة لو كل واحد فينا تسأل هيقول إيه هتقول إيه لي يسوع فعلا بنحب يسوع بنحبه من كل القلب زي ما بتقول الشريعة زي ما بتقول الوصية أحبب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك هل احنا بنحب ربنا فعلا آه بنحبه بنحبه كلام ما بنحبهش التزام ما بنحبهش عمل لا بنحبه كده بنحبه بنحبه لأنه أوجدنا بنحبه لأنه خلقنا بنحبه لأنه بيدينا احتياجاتنا بنحبه لأنه بيهتم بينا بنحبه لأنه بيرعانا احنا بنحبه احنا بنحبه بس يا ترى بنحبه فعلا من الكيان بنحبه من كل القلب بصراحة لو احنا قمناء بس احنا بنحبه احيانا بنزعل منه احيانا بنحبه بس ما بيدينيش ما بيسمعش صلاتي بطلبه في حاجات كتير و احيانا ما بيدينيش الطلبة بصرخ في الصلاة وبصوم وبصلي بحس انه في طلبات كتيرة وفي احتياجاتك كتيرة ربنا ما بيدينيش فبالتالي بضعف بالتالي بتعب طيب يجيلي جفاف روحي بيديجي فطور مليش نفسه صلي مش قادر اصلي مش قادر اروح الكنيسة مش قادر اشارك في القدات مش قادر انا عندي كده تيجي روح الكنيسة ويقولك لا انا مش رايح انا بصراحة نفسي كده مش قادر اصلي بقولك بالعكس في الوقت اللي انت مش قادر فيه تصلي ده انت محتاج تصلي محتاج تصلي ومحتاج تبقى ثابت في صلاتك لتعلن عن محبتك انت بتحب ياسوع في وقت الفرح في وقت اللي ابتهاك في وقت اللي بيديني لك احتياجك ولما الامور تبقى يتأنى الرب في الاستجابة تقول الله خلاص انا مش عارف ليه ما بيسمعش مش عارف ليه ربنا ما بيحبنيش على فكرة عايزين تقارن نفسنا بالقديس بطرس قديس بطرس قاله انت تعلم يا رب انا بيحبك طيب ما في الحب ده لو نستنى شوية ونشوف ما فينه كران مش كان فينه كران مش قال انا لا اعرف هذا الرجل انا ما عرفوش وتنرفز وتعصب قدام الجارية وقال انا ما عرفوش وصاحب ديك اداله علامة يسوع مش قال انا معاك يا رب مش ممكن ابدا اتخلى عنك فينك فينك يا بطرس مش انت لسه بتعلم وبتقول انا بحبك انت تعلم يا رب ما ننساش انه يسوع كان مع بطرس في كل حاجة في كل خطوة حتى لما اختار سفينة يطلع ويعلم منها الجموع اختار سفينة بطرس ولما حماته تعبت راح شفى حماته ولما تعبوا من الصيد طول الليل قال له ادخل للعمق ادخل للعمق قال له لقد تعبنا بطرس لقد تعبنا الليل يعني فيه فشل يعني فيه يأس وفيه إحباط قال له لا ادخل للعمق بطرس يقول ايه على كلمتك نلقي شبكة على كلمتك نلقي لمس اختبر شاف اختبرات اختبرات بطرس كبيرة واللاحظ لما يسوع سأله السؤال الاخير وتذكر خطيته وتذكر انه كران عمل ايه بطرس بكى بكاء مرا بكى كل ما بنقرب من ربنا بنشعر بخطيتنا كل ما بنكون في النور كل حاجة جوانا بتتكشف بتتكشف يبكي يبكي ليه بتتكشف لانه حس انه خطيته عظيمة خطيته كبيرة قال لرب اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ انا تعبان انا انا ما استحقش اخرج يا رب من سفينتي بكى بكاء مين النهاردة بيبكي مين النهاردة بيبكي على خطيته مين النهاردة احنا بنبكي على خسارة مالية بنبكي على فشل في دراسة بنبكي على فلوس بنبكي على ورس بنبكي على وفاة حد بنبكي على فراء بنبكي على اشياء كتيرة مين النهاردة عنده احساس انه هو اخطأ كيف اصنع هذا الشر العظيم مين النهاردة بيشعر انه خطيته ما بنشعرش ليه ما كل الناس بتعمل كده ما كل الناس بترتكب خطايا ما كل الناس بتغلط فانا مع الناس انا ماشي مع الناس ما بدناش نحس ما بقناش نحس ببشاعة وشناعة خطيئة ما بنشعرش بيها ولما ييجي يسوع النهاردة بيسألك سؤال وعايز اجابة منك اتحبني نرد وكل ثقة كده واندفاع انت تعلم يا رب انا بحبك انا بحبك طيب هيبقى الحب بالكلام ده الحب ده التزام بالحب ده لازم نعبر عنه لازم نعبر عن محبتنا نعبر ازاي ما كل واحد فينا النهاردة لما يبقى فيه علاقة بينما بين بعض الحب مش بنتبادل الهدايا مش بنتبادل الزيارات مش بنتبادل حاجات تعبر عن المحبة هو بس الحب كلام هو محبة بس كلام لا فيه في علامات للحب علامة الحب ايه علامة حبي اللي بقدمها النهاردة بتقدم ايه ليسوع عشان تقوله انا بحبك فانا بعمل ده بتقدم ايه ليسوع علامات الحب اللي بقدمها يسوع توبة التوبة دي بتبين انك انت بتحب بس مش توبة لا مش توبة كده والسلام ده توبة صادقة حقيقية ندامة ندامة من القلب فيها انسحاق وده اللي عاشه داود النبي ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كسرة رأفتك امحو شعر بالخطية شعره تاب بكاء وداود النبي كان بيبكي وعوم كل يوم سرير بالدموع ايه دا يا شعر بالخطية يا شعر هل في توبة صادقة من جوايا توبة يومية زي ما في خطايا يومية كمان في توبة يومية بتتجدد كل يوم بجدد توبتي كل يوم باعترف كل يوم بقول يا رب كل يوم شمس جديدة بتعبر على محبة جديدة ربنا بيداني بقول له شكرا يا رب على اليوم الجديد وأنا نادم على خطاياي عشان كده بنقول قبل ما بننام قبل ما بننام بفحص ضميري بشوف كل الحاجات اللي أنا ارتكبتها أثناء اليوم واندم عليها وقوله بين يديك اللهم أستودع روحي أنا بستودع حياتي وأفكاري ومشاعري كل حاجة يا رب أنا أنا رايح أنام بستودع بحط كل حاجة بين إيديك بحط كل حاجة بين إيديك بين يديك اللهم أستودع روحي بديك كل حاجة بعبر عن محبتي لما بحمل صليبي كل يوم في ناس النهاردة كتيرة بتتزمر تتزمر من الألم تتزمر من التجربة تتزمر رفضين في رفض في حالة رفض بيعيشها الإنسان المسيح رافض رافض إنه الله يتأنف الاستجاعة رافض رافض لو في محنة في تجربة في ظرف صعب بمر بي أنا ما بقيتش أتحمل هو ربنا بيعمل كده ليه وربنا بيسمح بده ليه وربنا وربنا مش شايف في كلمات بندرددها ضد إيماننا بنؤمن بحاجة بنعيش حاجة تانية من محبة ربنا لينا بيدعونا نحن نعبر عن المحبة دي بتوبة حقيقية من صحاق صحاق مش مش كلام مش بس لا ده توبة حقيقية من القلب زي ما قلنا هو الحب هو التزام في حاجات كتير ما بنفهمهاش نهارده عايزين نعبر عن محبتنا ليه بتوبة كل واحد فينا عنده حاجات مش فهمة هو ربنا بيعمل ليه كده عايزة أقول لكم حاجة لما ما بتفهمش حاجة بلاش تتكلم بدل ما تغلط وطول ربنا ليه سمح بكده ربنا بيعمل ليه كده لا ساعة التجربة وساعة المحنة ضع يدك على فمك اسكت اسمط اسمط من الحب انك انت تتأمل وتصمت تستنى طب انا عايز اعبر عن محبتي يسوع النهاردة بيسألني اتحبني اتحبني استحالة اتنين يحبوا بعض ما يكلمونش بعد دايما يحبوا عضو مع بعض ده بيحبوا بعض معقولة يحبوا بعض ما يكلمونش بعد ده بيستنوا اللقاء علشان يتقابلوا مع بعض بيستنوا اللقاء ده يبقى لازم ادخل المخدع ادخل المخدع وقوتك في خلوتك قوتك في خلوتك الخلوة اللي بتاخدها مع ربنا المخدع اللي بتقعد فيه مع ربنا بتاخد القوة اللي تقدر تكمل فيها مشوار ومسيرة حياتك لما تكون تعبان اختلي لما تكون في حاجة مش فاهمها اختلي اختلي بيسوع خدوا على جبل خد يسوع معاك وقعد معاك في خلوة خلوة روحية مكان كده زي ما كان بيعمل يسوع مع تلاميذ وبعد يوم من العطاء والرسالة وشفاء المرضى بياخدهم على مكان يعودوا مع بعض يتبادلوا ويحكوا مع بعض ياخدوا قوة قوتك في خلوتك في ناس كتير النهاردة من الخدام من العائلات من الأسر من الشباب من الخدمة اقولك احنا تعبانين احنا خلاص البطارية بتاعتنا فصلت كلنا محتاجين نشحن كلنا محتاجين نشحن بطاريتنا نشحن بطاريتنا من العالم نشحن بطاريتنا من فين البطارية بتاعتك تشحنها في خلوتك في علاقتك بربنا أعد معاه هل أمنا تحاجج يقول الرب بيدعوك علشان تعالى تعالى نحكي شاركني احكيلي مالك مالك فيه ايه تعبان من حاجة ايه اللي مدايقك ايه اللي خانقك احكيلي ده هو مستنينا على فكرة هو مستني ان احنا نتكلم معاه بقولك تعالى تعالوا الي يا جميع المتعبين مين فينا مش تعبان مين فينا مش محتاج للجلسة مع الدكتور اللي بيشفي كل الامراض مين فينا اقول له انا عايزك انت يا رب انا عايزك انت يا صاحب القوات تعمل ايه تشغل يمينك تعمل ايه تعمل معجزات اوعى تتخيلوا انه ربنا غير قادر لا ربنا قادر انه هو يعمل المعجزة ومعاك النهاردة كل واحد فينا محتاج انه ربنا يشتغل معاه اقول له انا عايزك انت يا رب تعمل معجزات خليك واثق وما تسيبهوش اقول له انا عايزك النهاردة عايز اسمع صوتك النهاردة عايز النهاردة اعبر عن محبتي لك عايز النهاردة تملاني يا رب حتى القلوب الناشفة القلوب اللي الفترة القلوب اللي هي عايزة ترتوي النهاردة اقول له رب ارويني انا ارض جفت ارض بور محتاج ان هي ترتوي محتاج النهاردة الماء الحي اللي بيرويني اطلبها في صلاتك اطلبها بايمان وثقة قل له انا عايزك انت انا عايزك انت يا صاحب تشغل يمينك انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات انا عايزك انت يا صاحب تشغل يمينك تعمل معجزات انت عارف زروفي قبلنا مشكيها مهما كان صاحب عليها انت عارف زروفي قبلنا مشكيها مهما كان صاحب تقدر عليها انت عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات تشغل يمينك تعمل معجزات قبلنا مشكيها مهما كانت عارف زروفي 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 قبلنا مشكيه مهما كانت عارف زروفي قبلنا مشكيها مهما كانت عارف زروفي قبلنا مشكيها Audi بتوه مننا يسوع بتوه مننا او عيكون يسوع تاه منك تفتكر مريم ويوسف لما كانوا رايحين الهيكل حصل ايه يسوع تاه منهم اخد ثلاث ايام يدوره على مين على يسوع فين يسوع هي كانت مسيرة كانت مسيرة يسوع تاه وكان في الهيكل بين المعلمين يسمعهم يسألهم كان في الهيكل بين المعلمين يسمعهم ويسألهم ممكن يسوع يتوه منك وسط زحام الحياة ممكن يسوع يتوه عايز قولك ان يسوع فعلا تاه من ناس كتير النهاردة حتى المسيحيين مش عايز اقول حتى المؤمنين منهم ان امكن المؤمنين يسوع تاه منهم تاه مش لقين يسوع تاه منهم ما اهمال مننا مش لقين يسوع ما بنلاقهوش في الخدمة ما بنلاقهوش في الكنيسة ما بنلاقهوش في الشارع لقيت يسوع امتى اخر مرة قعدت مع يسوع امتى اخر مرة حكيت معاه امتى اخر مرة تناقشت معاه واخدت رأيه في موضوع امتى وما اللي بتقوله بحبك كده وبس لا والحب كده والحب كلام شعبي يكرمني بشفتيه اما قلبه يابا كلام كلام ليس كل من يقول لي يا ربي يا ربي لا مش كلام يبقى محبتي مازالت كلام احنا فعلا تركنا ربنا وجايين النهاردة نعبر عن محبتنا احنا تركنا ربنا تركناه وهو قال كده تركوني انا ينبوع المياه الحي زهبوا كل واحد زهب يحفر لنفسه وقابار مشققة كل واحد فينا كل واحد فينا مال لطريق بدور بدور بعيد عن الماء الحي بيشرب من ماء العالم واضح وكلام يسوع للسامرية كل من يشرب من هذا الماء عشان كده احنا عطشانين عشان كده النهاردة عطشانين نرتوي من محبة يسوع مش ممكن ابدا العالم يديك ارتوها مش ممكن ابدا نشبع الشر ما بيشبعش جربوا الشر وكلنا جربنا حد شبع حد قال انا خلاص مش عايز فلوس حد قال انا خلاص مش عايز شهوة حد قال انا خلاص مش عايز لا كلنا عايزين 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 هل دي هل دي حب هل النهاردة جايين نعبر عن محبتنا اوعى يسوع يتوه منك اوعى يسوع يضيع منك امسك فيه قوله لن اتركك انا عايز بركة انا عايز بركة النهاردة انا مش هسيبك فاكرين المرأة نزفة الدم حواليها ناس كتير وناس كتير حوالين يسوع يسوع لك ما اللمسني في قوة خرجت مني الوحيدة في ناس كلها بتخبط في يسوع من الزحمة الوحيدة الوحيدة اللي كان عندها ايمان في ازدحام الناس وقالت لو لمسته قوله انا مش هسيبك النهاردة غلمت الديني بركة خاصة انا جاي النهاردة عشان اخد بركة الديني رب سلام الديني اشعر بمحبتك يمكن الحب اللي جواك قليل عشان كده مش قادر تنطلق قوله رب الديني محبة املاني حب خلينا انطلق اللي عنده حبه ده ما بيعطش اللي عنده حبه ده بيتحرك والحب هو اللي بيحركه كلكم تعرفوا القديسة لأم تريز دي كالكوتة بتاعت الهند اللي بتهتم بالمرضى بتهتم بالفقرة بتهتم بالأطفال والشيوخ بتبحث عن يسوع لقيت يسوع في دول لقيت يسوع في المهمش لقيت يسوع في الضعيف لقيت يسوع في الفقير بتدور على يسوع شافت يسوع بتبحث عن يسوع كنت جوعانا كنت مريضا كنت عريانا كنت مزيون متى رأيناك كلما فعلتم بهؤلاء الصغار في ناس بتدور على يسوع النهار ده وفي ناس مكبرت معا في ناس عيشة كده عيشة زي الناس معايشين ماشيين لا جئتوا لتكون لهم حياة لتكون لهم أوفر وأفضل هل الحياة اللي انت عايشها فيها بركة؟ هل الحياة اللي انت عايشها فيها حب؟ هل الدافع هو حب ولا الدافع؟ انت مش داريان انت عايش في غيبوبة من الشر والخطيئة عايش زي الناس ما ماشي انت ماشي زي الناس ما بتعمل ما كله بيعمل لا انت مختلف انت مميز انت ربنا دعاك مش عشان تمشي مع الناس لا ربنا دعاك عشان تكون صوت صارخ صوت صارخ ربنا دعاك عشان تقول للشر لا ما ينفعش ربنا دعاك وحبك علشان تعلن عن محبتك تعلن عن محبتك النهار دا ازاي؟ تعلن عن محبتك من يحبني يعمل ايه؟ يحفظ الوصاية يحفظ وصاياي هل بنحفظ وصايا ربنا؟ هل بنحفظ وصايا؟ على فكرة حفظوا الوصايا دا اللي كيجي وانه وكيجيتو ايمان احنا لسه في الوصايا؟ الوصايا دا للناس اللي هم بيبي في الايمان الوصايا والعهد القديم والشريعة دا للناس اللي هم لسه بيرتبوا اوراقهم ودخلين احنا النهاردة يسوع عايز يعمل بينا ومن قللنا المعجزات عايز يعمل بيكي وبيكي وكل واحد فينا المعجزة عايز يملك عايزين نتخطى الشريعة الشريعة دي للناس اللي هم لسه بدوروا لسه لسه عدمهم طري في الايمان احنا لنا كام سنة مؤمنين لمسنا واختبرنا وعشنا اختبرنا دا ولمسنا دا احنا محتاج النهاردة يسوع يرسلنا ولك ارسلكم كالخراف بين زئاب محتاج يرسلنا يرسلنا ازاي وانا مكسور يرسلني ازاي وانا مهموم يرسلني ازاي وانا معرفوش يرسلني ازاي وانا عندي معرفة كده ضعيفة في الايمان يرسلني ازاي وانا عندي جفاف روحي اتكلم عن يسوع اقول ايه اختبرته عشته لمسته تقدر تقول ما اختبرناه تقدر تحكي عن الرب انه فيه لمسات واختبارات في حياتك تحكي عنها تقدر تحكي عن دا ولا انت ماشي مع اللي ماشين لا اوعى تكون ماشي مع اللي ماشين ربنا عايز منك حاجة ورسالة مختلفة محدش يقدر يعملها غيرك انت مش كمالة عدد انت ربنا اخد وقت فيك وفكر واخد وقت عشان يخلقك انا بصراحة بتديني كده سلام داخلي وفرحة كبيرة انه ربنا عارفني بالاسم عارفني قبل ان اصورك في البطن دعاني وعارفني ده حاجة تبسطني ودعا كل واحد فينا دعاك انت كنت فين ربنا دعاك دعاك انك انت تكون ابن الدعوة دي خليك تفرح تخليك واقف كده وانت ابن ابن الملك يعني واقف وعندك عندك فرح وعندك سلام وعندك اعتزاز ورفع راسك فوق لانك انت ابن الملك لانك انت محبوب وانت غالف عين ربنا الشيطان هدف والاساس انه يعملك كده تشويش ما بتوصل لكش الحاجات دي ما يوصل لكش انك انت ابن لله توقف كده وليك سلطان فين السلطان دا اعطيكم سلطان ان تدوس الحيات والعقارب وكل قوة فين دا فين دا يا مؤمن فين السلطان اللي ادي تهولك فين دا هل انت تقدر تدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم ما سكين احنا احنا عندنا سلاح ما بنعرفش نستعمله شفتوا الطفل الصغير على الرغم ان الاطفال النهاردة يفهموا اكتر لما الموبايل يكون فيه امكانيات كتيرة كتيرة ما بنعرفش نستخدمه غير منبه او نرد في حين ان التليفون دا فيه امكانيات ضخمة ما بنعرفش احنا عندنا دا عندنا الروح القدس بمواهبه وصماره عندنا الكنيسة الغنية بأسراره لكن عندنا السلطان فين دا فين الحب دا لا فاكرين انه ربنا بينتقم مننا ربنا بيجزينا ربنا بيعدنا الاخطاء ربنا واقفنا على الوحدة ربنا مش كده ربنا حب النسية الام الرضية انا لا انساكم حاجة تفرح ربنا النهاردة عايز يفرحنا عايز يفرح كل انسان مهموم عايز يعز كل انسان مكسور ولك ما تخافش ما تخافش لان كل الاشياء تعمل مع الخير للذين يا حبون الله ما تخافش عبر عن محبتك ولما تعبر عن الحب القلب يكون مفتوح واسع ما دي من علامات الحب قلبك يكون واسع يقبل الكل يعني فيه غفران ما علامات الحب هو ايه هو حب كده كلام حب غفران هل بتغفر قدست البابا فرانسيس بيقول في رسالته الشخص اللي مش قادر يغفر شخص مريض قدست البابا فرانسيس بيقول الشخص اللي مش قادر يغفر شخص مريض عايز دواء عايز الحب يملاه مش قادر يغفر ما يعرفش ربنا الاسرة اللي ما فيهاش غفران مش تقدر تكمل لو كل واحد متمسك برأيه في الأسرة رجاء نصلي من أجل الأسرة لأنه فيه أسر كتيرا النهاردة محطمة فيه أسر كتيرا النهاردة أسر كتيرا النهاردة تهدمت الشيطان بحاربها أسر كتيرا النهاردة تفككت أسر كتيرا محتاجة صلاة لأنه ما فيهاش غفران محدش قادر يسامح محدش قادر ينسى محدش قادر يبدأ من جديد محدش قادر عنده الحب يقدم حب واقفين على الوحدة في إيدانا البعض بندين بعض بنحكم على أفعال بعض ما بنقدرش نسامح بعض استحالة الحياة تكمل من غير حب استحالة الحياة تكمل من غير وفران لازم القلب يوسع زمان زمان بيت العيلة بيبقى مفتوح وعلى الأعيات كله بيتجمع الجد والجدة والأسرة العيلة في الفرح وفي العيد كلنا نأكل مع بعض الأسرة الرجل الكبير والبيت مفتوح الأسرة القلب المفتوح يسيع الكل فين ده النهاردة؟ نهاردة الأسرة كل واحد على رأسه نهاردة ابن العام ما بيكلمش الخال وأولاد ما بيكلموش بعض ما بيروحوش له بعض وما بيسلموش على بعض وما بياخدوش حاجة من بعض ونيجي في الكنيسة وملتزمين بالصلاة والصوم وروحنا كل الأضيورة وممكن يكون روحنا الجدس مرتين ممكن يكون روحنا الجدس مرتين وما فيش حبه في القلب يعمل لك الجدس تعمل لك الكنيس كلها اللي زرتها وأخدت زيوت من القديسين كلهم ودهنت بهم نفسك وانت ما زال قلبك مغلق على أخوك ما زال بات بيتك مغلق ما بتستضيفش أخوك ما زلت مش قادر تنسى الكلمة اللي قالها في حقك وجاي النهاردة تقول يسوع أنا بحبك أنت تعلم يا رب لما انت مش قادر تسامح أخوك وعايزين نعمة ربنا تعمل فينا لا مش هتعمل نعمة ربنا مش هتعمل فينا غير لما احنا نرمي نفسنا في بحر وفيضان الحب ده ارمي نفسك في الحب قديسة ريزة طفل يسوع بتشبه الحب بكده بتقول قديسة ريزة طفل يسوع بتقوله زي الأسنصير شفت الأسنصير اللي بيطلع انت حط نفسك في الأسنصير بتبذل مجهود حتى لو طلعت الدور العشرين تبذل مجهود انت عملت ايه انت حطيت نفسك بس في الأسنصير اللي بيطلع حط نفسك في دايرة ربنا هتلاقي ساحبك ادالك كده نعم وادالك بركات وادالك السلام وادالك فوق وادالك القوة اللي تقدر فيها تكمل من غير الحب والحب دي لغة السماء والمعرف يتكلمها في الأرض مش عارف يتكلمها في السماء مش هيفهم لان اللي واقف على الباب مش هيدخله مش هيدخله لانه مش هيفهم اللغة لانه مش عارف الحروف مش عارف حروف الحب ان ما عيشناش الحب هنا اوعى تفتكروا ممكن ندخل السماء لا السماء ايه غير حب السماء ايه غير حب واضح في سفر اعمال للرسل الكنيسة الاولى كان كل شيء بينهم مشترك ولم يكن فيهم انسان محتاج بيحسوا ببعض حابين ببعض حسين ببعض بيسندوا بعض بيرفعوا بعض القلب مفتوح لكن النهارده بنقول لا ذا ماياخدش لا دا طيفته لا دا لونه لا دا اسمه لا دا مش من القرية لا دا مش من البيت يسوع ما عملش كده يسوع يشرق شمسه على الأبرار وعلى أشرار ما قالش لا بصوا دو الوحشين ما ياخدوش لا دا حلوة ياخد ما احنا وحشين وربنا بيددينا صح احنا وحشين وربنا واقف معانا ما احنا وحشين كل يوم عطايا ربنا باركي يا نفس الرب ولا تنسي اوعى تنسوا عطايا ربنا ما تنسوش خلينا نعلن محبتنا ليه خلي القلب ده مخافش من الموت مخافش قلب كده فرحان الرب راعية فلا يعوزنا شيء الرب نوري وخلاصي مخافش لو كنت بتخاف من الموت يبقى ما تعرفش ربنا كتير دي بقولها في كل مكان اروحه لو كنت بتخاف من الموت يبقى ما تعرفش ربنا ليه لان الموت ده بيقربك من ربنا ده بقول لس الرسول بقول لها اشتياق انا انطلق وان اكون مع المسيح وذلك افضل قديس فرنسيس بقول اهلا بك اخي الموت مسميه اخوه ولده اخويا ده اللي بينقزني ده اللي بيقربني اخويا مش حاجة تخوف مش حاجة ان انا ارتعب منها بالحكس فين فين الموت لو عرفنا الحب الحقيقي واكتشفنا يسوع الحقيقي نشتاق ان احنا نقعد معه لكن طول ما احنا بعيدين عن ربنا لا بنخاف من حاجات كتير بنخاف من حاجات كتير تفتكروا كل التلميذ كان مستوى حبهم واحد كل التلميذ كانوا بيحبوا ده السؤال اللي سألوا يسوع لبطرس قلت تحبني يا بطرس اكثر من هؤلاء ياهوزة كان بيحب ايه حب مصلحة ما كان معاهم اوعي يكون هنا في ياهوزة ياهوزة كان معاهم في الخدمة وكان معاهم في الرسالة وكان ماسك السندوق وكان كان معاهم واكل خمس خفزاته سمكتين وشارك وشاف اقامة لعاذر وشاف كله ده لكن ما تحركش فيش حاجة لمسيته ولا الهوى ما تحركش من جوه شاف لكن ما تفاعلش حاضر في الكنيسة سميعة لكن مش مشارك ده مين ده ياهوزة ده حب ياهوزة حب مصلحة خادم في الكنيسة بس مصلحته بدور على مصلحته خادم في الكنيسة النهاردة ياهوزة كتير كتير من ياهوزة النهاردة في الكنيسة للأسف للأسف كتير من ياهوزة النهاردة في الكنيسة ده ممكن لو ما قراش الرسالة في الكنيسة يمشي روح ممكن لو ما اشتركش في الكرال روح يمشي ما اصبحتش خدمة ما اصبحتش خدمة احنا بنتحك على بعض وبنتحك على ربنا وجايين نقول له احنا بنحبك ربنا ما بيتحكش عليه شفت يا هوزة عمل ايه شفت بطرس محبة بطرس محبة بطرس كمان انا معاك وانا معاك ومش ممكن ابدا حد لكن يجي عند الصليب فين بطرس عند الصليب رجع الوراء بطرس مش موجود عند الصليب رجع الوراء يجي عند الصليب لا كتير من المؤمنين النهاردة عند الصليب يقولك لا ليه ربنا يحرمني ليه ربنا ما يدينيش زي فلان ليه ربنا ما يسعدنيش ليه ربنا ونقول نبعد عند التجربة نتزمر في ناس كتير النهاردة بيتمثلوا بطرس عند الصليب يصرخ لا أنا مش عايز بس بطرس يتغير لما حلوله الروح القدس انطلق بطرس انطلق وكان خمس تلاف وكانت الناس والإيمان وكانت رسالته ورسالة وأنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنساتي وأبواب الجحيم لا اتغيرت الأمور في حلوله الروح القدس في العنصارة جديدة أخذت انطلاقها جديدة النهاردة اللي احنا جئين نقوله مهما كانت حياتنا فيها فشل ولو حياتنا فيها ارتباك وفيها قلم وفيها خوف وفيها مش قادر يمشي على المية فاكرين لما يسوع قال له تعالى مشي خطوتين كده ما زينا مسكين زينا احنا ممكن نمشي خطوتين لكن بنقع يسوع يعمل ايه يمد الإيد يرفع يرفعك ولكن ما تخافش أنا معاك أنا أرفعك أنا عارفك أنك أنت تعبان أنا عارفك أنك أنت ضعيف ما أنا عارف ده أنا عارف ده ده أنا بحبك بضعفك أنا بحبك بخطيتك لأن قواتي في الضعف قواتي في الضعف أنا بشكر ربنا على الضعف اللي أنا فيه لأنه محبة ربنا بتظهر صورة قوية بشكر ربنا على الضعف ده إحنا لو أقوياء كده مش عايزة أقول كلمة لو إحنا أقوياء نفتكر إنه ممكن نستغنى على ربنا ما إحنا عندنا وأنا عايزه فيه ما أنا عندي ما أنا كله على بفلوسي ما أنا أشتري إنسان طماع إحنا بنشكر ربنا على الفقر اللي عندنا نشكر ربنا على الضعف اللي عندنا نشكر ربنا على الخطيئة اللي إحنا بنعملها اللي بتكتشف من خلالها محبة ربنا اللي بتعمليه المحبة بتسطر المحبة اللي بقولها بولس الرسول في كورنتس 13 المحبة تسطر محبة تتأنى محبة لها تظن السوق دي المحبة اللي إحنا محتاجين النهاردة نعلنها ما تكونش زي بطرس عند الصليب تنسحب مين اللي فضل تحت الصليب وواقف واقف تحت الصليب ما هموش ما هموش حاجة تحت الصليب وواقف يحنى يحنى الحبيب تحت الصليب العلاقة الحميمية العلاقة الصادق الحب الصادق ما يحنى الحبيب انطلق وأخذ الرسالة ده رجل اتملى لأنه كان جنب يسوع كان على قلب على صدر يسوع كان جنبه فأخذ منه الشجاعة والقوة لا أنا معاك تحت الصليب بتلاقي وحنى يا ترى عندنا الشجاعة نعلن إيماننا حتى في الصليب بنشيله على رجاء وعلى أمل وعلى بإيمان وثقة زي ما رتلنا النهاردة في الترنيلة الإيمان وثقة بأمور لترى من خلالها الله بيعمل بين المعجزات خليك زي يوحنى خليك جنبه بس تكون جنبه ازاي لما تدخل مخدعك لما تاخد قوتك خد القوة بالكلمة خد القوة بكلمة افتح كتابك افتح كتابك وتأمل فيه الكتاب اللي انت سايبه ده افتحه تلاقي فيه قوة تلاقي فيه رسالة تلاقي فيه صوت ربنا ليك النهاردة بيشجعك بقولك تعالى هل احنا فعلا بنحب ربنا لو نحب ربنا يبقى نعبر عن محبتنا يفاكرين المرأة ساكبة الطيب اللي راحت كده وكسرت قذورة الطيب قدام يسوع الغالي الحاجة الغالية مين اللي اعترض مين اللي اعترض يوزة صح يوزة قال لماذا هذا الاتلاف ليه كده يعني حرام الفلوس اللي ترمض في الارض بصفة طوامة سؤالة عن السندوق حرام الفلوس اللي ترمض في الارض ليه الفلوس كده ليه داردين الغالي التقليس ليه ده ليه اتلاف يهوز شاف انه هو اتلاف في ناس مسحين النهاردة ممكن يشوفوا وقت خدمتهم اتلاف في ناس مسحين النهاردة يشوفوا الوقت الصلاة اللي هم بيقروا في الكتاب ده بيضيع وقت ده يعني كنت عملت في حاجة مفيدة وقت الاجتماع ده كنت عملت في حاجة مفيدة ايه الحاجة المفيدة الممكن تعملها ده ممكن مرضى شد عشوري ولا قدي من فلوسي للكنيسة عشان اقول ده اتلاف ليه ما ناخدهم ما نبيتي اولى شافين انصرنا لغاية فين بايماننا شافين الحياة وصلت فين وجايين النهاردة يسوع منتظر منك رد اتحبني ايه وعدكم متسرع زي بطرس تقول له انت تعلم يا رب انه احب لا انت تعلم يا بهاد قرورة الطيب وادخل وكسرها يعني ايه الغالي يعني مفيش حاجة تغلى عليك يا رب تقدر تقول كده انتو خايفين ولا ايه مفيش حاجة تغلى عليك يا رب الحاجة اللي انت عايزها خدها عندك الايمان بدا تقول له ما فيش حاجة تغلى عليك لا لا حسن ياخد الحاجة الغالية واحنا بالنسبة لنا كل حاجة غالية كل حاجة مهمة ما اقدرش استغنى عنها ما اقدرش لانه ما اختبرناش محبة ربنا اللي بيعوط ما اختبرناش محبة ربنا اللي بيبارك في الحاجات القليلة ما افتكرناش محبة ربنا اللي شجع المرأة صاحبة الفلسين ما افتكرناش محبة ربنا القليلة اللي بيبارك فيه جايين النهاردة نقول له مفيش حاجة تغلى عليك يا رب ده احنا ممكن الوقت يغلى على ربنا احنا بنده ايه ربنا من يدك اعطينا بتده ايه ربنا ده احنا الوقت النهاردة ما بندهوش الصلاة الصلاة بقي تقيلة ويوم الحد والمشاركة بقى يوم ويوم والاجتماع يبقى على حسب ظروفي فيه اصله تعبان اصله جوه حر اصله فيه مطش اصله دخلين على كأس الامم الافريقية اصله اصله عندنا اصله فيه حاجات كتير ممكن نتهون بيها في حق ربنا احنا ممكن نبيع ربنا ربنا على فكرة مش مالك على القلب ربنا مستعجر انا اللي بطلعه وانا اللي بدخله بمزاجي اقول له تعالي عايزك عشان عندي حالة حزن شكران الدنيا مرتاحة معايا انا اللي بتحكم في ربنا هل ربنا مالك على قلبك ولا ربنا مستعجر ليك قاعد كده وانت اللي بتتحكم فيه ده احنا اللي بنتحكم في ربنا بنتطلعه وندخله انا واقف على الباب انفتح لي احد ما يقدرش يغتحم بيتك ما يقدرش يغتحم قلبك انا واقف اذا فتحته هدخل ما فتحتش مش هدخل بس انا الخسران اذا سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم افتحوا الابواب للمسيح افتحوا القلوب للمسيح افتح قلبك ليه قل للرب انا عايز بركة انا عايزك يا رب تباركني انا عايزك تديني نعمة عايزك تديني بركة خاصة منك علشان يبقى قلبي حر هل انا حر لان كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة هل انا حر قل للرب تعالى حررني تعلم لاني بمحبتك انا سمعت كتير عن الحب بس ما اختبرتوش سمعت عنه فيه ناس كتير النهاردة سمعت بس ما اختبرتش مسيحين كتير النهاردة عايشين برا برا الايمان ناخد فرصة صلاة نصلي قل للرب فيها يا رب انا جاي النهاردة علشان اعلن محبتي ليك رغم فشالي انا جاي النهاردة يا رب اصلي لك لان انا فعلا محتاج اعرفك المعرفة الحقيقية محتاج يا رب تكشف ليه عن حضورك محتاج يا رب انك انت تديني الايمان تديني السقة محتاج يا رب اشوف انه مرضي ده براكات محتاج اشوف فشلي ده بتديني في قوة محتاج يا رب ان انا اشوف عملك في الكنيسة وفي حياتي وفي اسرتي وفي اولادي انا محتاج ده يا رب ناس كتير طلبوا منك انك انت تصلي من اجلهم ناس كتير طلبوا منك انه ياخدوا صلاتك اذكرهم النهاردة في صلاتك قل الرب بارك يا رب يا رب بارك كل شخص حزين كل شخص يا رب بقن كل شخص يا رب جاي النهاردة مهموم ومكسور يا رب احنا جاينا النهاردة عشان نعلن محبتنا ليك سمحني يا رب لانه مش قادر امشي على الميا سمحني يا رب لانه مرت كتيره بنقع بس انا منتظر زيارتك ليا من فضلك يا رب افتقدني يا رب انا عايز اسمع اليوم حصل خلاص لهذا البيت انا محتاج يا رب ده محتاج يا رب عملك فيه اظهر زيارتك فيه يا رب محتاج حضورك محتاج يا رب تديني دفع للامام يا رب انا احيانا كتيره ببقى شخص محبط شخص مش حاسس انا بصليه يمكن مش قادر اعمل تواصل يمكن مش قادر اسمع صوتك النهاردة يا رب بقول تكلم يا رب فين عبدك يا سمع سمعني صوتك من فضلك سمع صوتك للكنيسة سمع صوتك للخدام المس يا رب كل بيت النهاردة كل بيت حاضر وكل بيت طلب مننا ان احنا نصلي من اجله يا رب الكنيسة بين ايديك وكل المسؤولين عنها الخدام لمسة خاصة من فضلك لكل خدمة في الكنيسة لكل خدمة في الكنيسة تعلن اسمك بفرح ينطلق يا رب انطلاقة جديدة باسم يسوع انت رب تد الانطلاقة دي يا رب ممكن يكون تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء لكن احنا وصقين انك انت هتدينينا الانطلاقة دي ونرجع مليانين بالفرح وننطلق يا رب نعلن اسمك ذهبوا واعلنوا البشارة للخلق لكل المسكونة يا رب انا جاي وانا حزين انا جاي وانا مكسور انا جاي وانا تعبان هموم العالم الظروف كسرتني خطيتي يا رب ضعفي وعدم امانتي معاك عدم امانتي في مشاعري عدم امانتي في كلماتي عدم امانتي في حركاتي عدم امانتي في احكاني ومحبتي عدم امانتي يا رب معاك ومع اخواتي اللي انا بتعمل معهم سامحني سامحني النهاردة جا كنت ظلمت حد ومن ظلمته وعوضه اربعة اضعاف يا رب ها انا اهتي بطيب خلينا جيلك يا رب بالطيب خلينا جيلك يا رب بالحب موسيقى 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 تحبني أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء وإن أنكرتني سأظل وقيف المنى منتظر الرجوع إني رأيت الدموع ولتنسى أني محبك ومخلصك سوى أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء وإن أنكرتني سأظل وقيف المنى منتظر الرجوع إني رأيت الدموع ولتنسى أني محبك ومخلصك سوى أتحبني 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 لا تخجل من أذى أو تخشى من ظلام من نظر الاستنار وبدلت رماداً لجمال فإن فسد الوعاء أو إن فقد ترجى ففتيلة ألا أطفده الأنفون لا تخجل من أذى لا تخجل من أذى أو تخشى من ظلام ففتيلة وأطفده من الأنفون أتحبني 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 بيحبيني مش لأن أنا حبيته بيحبيني مش لأن أنا حبيته هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته هو اللي بدأ بالحب اسمع كل كلام ده بيحبني بيحبيني مش لأن أنا حبيته بيحبيني مش لأن أنا حبيته هو اللي بدا بالحب أبلي مجيته هو اللي بدا بالحب أبلي مجيته ولأني خانت وعبت رفضت وعديت ولجاحي ما نماش وعمري ما نبيت ولأني خانت وعبت رفضت وعديت ولجاحي ما نباش وعمري ما نبيت حوضني بالحب وعشرة في قلب تنور خبط على بابي فتحتل وملال سرور حوضني بالحب وعشرة في قلب تنور خبط على بابي فتحتل وملال سرور هو اللي بدا بالحب أبلي مجيته بيحبني مش لأنا حبيه بيحبني بيحبني مش لأنا حبيه هو اللي بدا بالحب أبلي مجيته هو اللي بدا بالحب أبلي مجيته يا بهجتي باللي دعاني وانا لبيته ويقال لي انت ابن الغالي اللي حبيه يا بهجتي باللي دعاني وانا لبيته ويقال لي انت ابن الغالي اللي حبيه في الأرض داية وفي السماء أنا عندي براه وكل ما لي عصر ملكك ما انت ابدي خلاه في الأرض داية وفي السماء أنا عندي براه وكل ما لي عصر ملكك ما انت ابدي خلاه هو اللي بدا بالحب أبلي مجيته بيحبني مش لأنا حبيه بيحبني بيحبني مش لأنا حبيه هو اللي بدا بالحب أبلي مجيته هو اللي بدا بالحب أبلي مجيته مكتوب كده نحن ونحبه لأنه هو أحبنا زي ما كنا بنرنم هو اللي بدأ بالحب قبل ما جي تعالوا نرد على الكلام ده زي ما كنا بنرنم بيحبيني تعالوا نقول له أحبك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وإحنا وقفين مع بعض تعالوا نقول الكلمات دي القلب كان آسي وفضلت أنا آسي ولما فاض كاسي بديت عيش والقلب كان آسي وفضلت أنا آسي ولما فاض كاسي بديت عيش وياك بديت عيش بسوط واحد قول وحدا وأحبك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك أفدا ولا حدش وياك بسمك دف خيالي دايما على فالي بسمك دف خيالي دايما على فالي والعيش والعيش تقلالي لما بكون وياك لما بكون وياك بسوط واحدا وإفادتني في همومي وعزتني وبلمسة واحدة شفتني وبنظرة صرت معاك وبنظرة صرت معاك بسوط واحدا وأحبك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك أبدا ولا حدش وياك أبدا ولا حدش وياك من أعلى وياك أبدا وياك أعطي تقلالي لما بشي توياك لما بشي وياك وأحبك يا يسوع ولا يسا سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك أبدا ولا حدش وياك بسحتي لدموع ضمطت لجروحي بسحتي لدموعي ضمطت لجروحي حياتي ويروحي سبحة بأعلى سماك سبحة بأعلى سماك وأحبك يا يسوع وليس سواك ضمطت يا يسوع ولا حدش وياك أبدا ولا حدش وياك تعالوا كمان نختم بالترنيمة دي اللي تعلمناها تعالوا رنمها علشان ما ننساش الإيمان هو الإيمان هو الإيمان هو إيه؟ الثقة يلا نختم بيها مع بعض إيمان هو الثقة بأمور لا ترى مرة تاني إيمان هو الثقة بأمور لا ترى مرة تاني إيمان هو الثقة بأمور لا ترى إيمان إبراهيم لما دعيه أطى صر أمن بالكريم كل شيء مستطى بالإيمان إبراهيم لما دعيه أطى صر أمن بالكريم كل شيء مستطى بالإيمان هو الثقة بأمور لا ترى بالإيمان هو الثقة بأمور لا ترى أه مصرافا يستريح شلعن من ع المنظور حاسبا عري المسيح غينا أعظم ملكم موسى مصرافا بيستريح شلعن حاسبا عري المسيح غينا أعظم ملكم من المسيح غينا في عمور لا ترى من المسيح غينا أطى من المسيح غينا أطى وابتعتهم وصايا بالهتاف اتهد السور بالإيمان شعب الله اقتزوا وسط البحور وابتعتهم وصايا بالهتاف اتهد السور بالإيمان هو السيطان في أمور الله ترى بالإيمان إبراهيم لما دعيها أفضل صر أمني بالكريم كل شيء مستقى بالإيمان بالإيمان صر أمني بالكريم كل شيء مستقى بالإيمان هو السيطان في أمور الله ترى بالإيمان هو السيطان في أمور الله ترى وانت هاجف رفع جلبك كده قدام الله الحية لوسطينا قدام الرسالة اللي بعتها لنا الرب النهاردة أتحبني عندك السعداد تضحي لأجلي تتكرس لأجلي عندك السعداد لما أدعوك لما نديك تيجي لما أقول لك سيب الخطيئة تسيب عندك السعداد تحبني أكتر من أي حد أوعى تطلع من غير ما تصلي أرجوك الرب النهاردة بعتلك الكلمة دي أتحبني بتحبني أكتر من الناس تحبني أكتر من الظروف تحبني أكتر من الشغل تحبني أكتر من العالم تحبني أكتر من الظروف 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 كما نحن لغيرنا لا تدخلنا لتجربة بلدكنا إلى الشبر لأن ملكة ملكة والقوة داوة لا تدخلنا لتجربة وعلى اللقاء بالشفاعة تمنى مريم العظراء فليباركنا السلوس القدوسة الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم جئنا إليك أبونا السماوي عيوننا الشاخصة إليك موسيقى موسيقى مفتح حناية عشان أشوف إلي عملته على الصليبة على الشآني اعرف حاجة الشر لا يكسر بالشر موسيقى 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 موسيقى